ليسير عالمنا بصوت هو أحد شعارات البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السماع عند حديثي الولادة حيث تم إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسمع لتسليط الضوء على أهمية فحص المساح السماعي أكيد يا رشاوة من ضمن محطتنا اليوم رح نتعرف على آلية الفحص ومراحلة وأهمية الاحتفالية في التوعية للكشف المبكر لنقص السماع مع الدكتور سامر محسن عميد كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق وعضو اللجنة الوطنية للكشف والتدخل المبكر لنقص السماعي سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك يعطيكم ألف عافية لكل أجهود اللي عم تشتغلوا عليها نحن قبل ما نروح لها محور فقارتنا لليوم ونضوي أكتر على أهمية هذا اليوم رح نروح لمادة نتعرف من خلالها ونرجع لعند حضرتك لنتابعه تفضلوا له صبحته ما كانت بعرف إنه صوت المطل حلو عرفت اسمي لما لركني ماما أول مرة صوت حلو جتيل قانستي بالقلي أنا شاطر كفيني اسمها منيح حافظ الصوت حلوانات قبطة مياه وكلب قوحاو قو قبطة واك 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 دائما الاكتشاف المبكر عن أي حالة مرضية دكتور هو المعزز دائما لفرص النجاح بداية دكتور خلينا نبدأ حديثنا معك بالاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسماء اليوم العالمي للسماء هو مناسبة على مستوى العالم كل سنة بثلاثة آزار بتم فيها الاحتفال بهدف التوعية المجتمعية رفع الوعي المجتمعي وحشط طاقات المجتمعات والسياسات الصحية في كل البلدان لتقديم أفضل رعاية ممكنة لصحة الأزن والسماء هو برنامج عالمي اسمه صحة الأزن والسماء نحن بسوريا يعني من واكب هذه المناسبة كل عام والسنة كان الاحتفال هو بالبرنامج الوطني للكشفه التدخل المبكر لنقص السماع اللي أطلقته وزارة الصحة برعاية السيد الأولى بـ 12 أب بعام الـ 2023 اللي بيستهدف تقديم خدمات المسح السمعي والتدخل يعني العلاج والتأهيل لجميع حالات نقص السماع عند المولودين حديثا بشكل كامل ومجاني طلقت البرنامج وهلا نحن قطعنا فيه شوط كتير منيح ومستمرين فكانت الاحتفالية مبارح للإضاءة على هذا البرنامج رفع الوعي المجتمعي بشأن الكشف المبكر وأهميته وين وصلنا نحن أهمية التشاركية الجهود المبزولة كنا كل الشركاء مع بعض بفريق واحد بفعالية يعني نوع من التحفيز للاستمرار وخطوة نحو الأمام بهذا البرنامج يعطيكم ألف عافية اليوم أنتوا بتساهلوا أكتر من احتفالية بعد ما شفنا هذا الكليب شي بيكبر القلب مثل ما بيقولوا هذول الأطفال اللي ما عرف اسمه ولا حتى تخلص من مشكلته وقدر يسمعه وما قدر يسمع صوت أمه ده اليوم فرحة الأهالي كتير حلوة بهذه الخطوة ولكن نحن دائما بحاجة للكشف المبكر وخاصة بوقت المنقول حديثي الولادة والأطفال هون عم نحكي عن مرحلة حساسة من العمر وطفل بالنهاية يعني قد يليوم مفروض يروحوا للكشف المبكر وأهميته تماما هي أهمية الموضوع بأنه نحن هلا صار شعارنا أنه نمنح حياة طبيعية لكل طفل مصاب بنقص السمع كان ممكن بالثقافة السابقة أن الشخص المصاب بنقص السمع رح يكون عنده إعاقة سمعية يستخدم لغة إشارة أو لغات بديلة أو تواصل كل مدى الحياة ويكون عنده تصنيف معين بالمجتمع تعرفوا بالبكالوريا إلو تصنيف بالجامعة بالدراسة بالوظيفة حاليا المفهوم الجديد وحكيناها مبارح بالاحتفالي وهي أحد شعارات برنامجنا طفل نقص السمع لا إذا تم الكشف بشكل مبكر والتدخل بشكل مبكر رح يكسب حياة طبيعية يحكي مثل ومثلنا يسمع مثل ومثلنا يدرس بنفس مدارسنا ونفس الفروع الجامعية ويتوظف نفس الوظيفة بكفاءة كاملة هاي الحياة الطبيعية شرطه الوحيد هو الكشف المبكر الكشف المبكر ليش نحن عملوا الحديثية الولادة؟ لأنه منذ الولادة يعني إشارات استفهام أنه طفل بعمر يوم يومين نحن كيف قادرين نكتشف هاي المشكلة عنده من خلال اختبار المسح السمعي يلي هو اختبار كتير بسيط آمن سهل الإجراء موسوق جهاز بسيط قابل للحمل والنقل فيه بروب صغير وبيصدر أصوات معينة وبياخد ارتكاس الحلزون لهاي الأصوات بدون أي تفاعل مع الطفل ما حنسأله سمعت ولا ما سمعت وهو ينايم بهو بحضن أمه منحط البروب بإذنه ومنعطيه إشارة صوتية وبيترتد هاي الإشارة ارتداد هاي الإشارة بدلنا على أنه الحلزون فعال وبتكون النتيجة باس يعني الطفل اجتازي الاختبار ونحن طمأنين عليه هلا إذا الطفل ما اجتازي الاختبار هذا من حوله لا الدراسة السمعية اللاحقة من خلال تخطيط جزء دماغ وتخطيط الساحة الحرة ومجموعة من الاختبارات إذن فعلا قادرين منذ الولادي باختبار بسيط وهذه لما بتكون التكنولوجيا والعلم عم يدعم صحة الإنسان ورفاهيته قادرين نعمل هذا الاختبار ونطمئن على صحة أولادنا وإذا كان في مشكلة سمعية لأنه كشفناها منذ الولادي قادرين نكون مطمئن أنه رح يتم تدبيره بشكل الأمثال وطفلنا يحظى بحياة طبيعية نعم دكتور وقتا عم تقول أنه الكشف المبكر من اليوم الأول لأي عمر ممكن أو كم يوم ممكن أنه نقول نحن هون لساتنا ما طلعنا لمرحلة الخطورة هون نحن داركنا الوضع وعلى حقنا وفتنا بمراحل العلاج البرنامج عالمياً له ثلاث محطات أساسية بيسموها واحد ثلاثة ستة واحد هي الكشف قبل عمر الشهر بالتالي نحن بمرحلة الوليد قبل ما يتجاوز الطفل عمر الشهر لازم نعمله اختبار المسح السمعي هو هلا صار اختبار روتيني مثل ما منعطي اللقاح الأول لأولادنا مثل ما منعملهم منسجلهم بالحكومة مثل ما منعملهم هلا صار في ثقافة فحص الغدية الدرقية لازم نعملهم اختبار المسح السمعي المحطة الثانية هي ثلاثة شهور الأطفال اللي عملوا المسح السمعي وما اشتازوا الاختبار وفيه شك لديهم بوجود نقص سمع بعمر ثلاثة شهور بنعملهم التشخيص السمعي وإذا ثبت أنه عنده نقص سمع قبل عمر الستة شهور هاي المحطة الثالثة لازم نعمله تدخل ونركب له معينة سمعية عنا أطفال بعمر ثلاثة شهور وأربعة شهور ركبنا لهم سماعات وتجاوبوا عليها ونطقوا وحكوا بالعمر الطبيعي للنطق الطفل بالستة شهور لثمانة شهور بكاغي بيصير والفا فا فا وماما وكذا فطفلنا هلأ إذا نكشف فكير وركب السماعة بثلاثة أربعة شهور رح يكون مثلو مثل غيرو بالستة شهور هلأ إذا ما استجاب نزرع له حلزون بعمر التسعة شهور بيوصل لعمر الثاني كمان مثلو مثل أقرانه هون عم نحكي عن آلية العمل والمراحل ولكن قبل ما نكفي معك الدكتور أكيد في كليب آخر رح نرجع نحضر مادة فيديو ونرجع لعند حضرتك تفضلوا له سمحتو من قبل ما يولدوا منتخيل شكلهم صوتهم طباعهم ولأنهم حبتنا لقلهم بدون حدود منحاول كيف ما كانت ظروفنا نأمن لهم الأفضل فحص بسيط بدمن حقهم بالحياة فحص المسح السمعي لحديثي الولادة آمن الفحص سهل، سريع، دقيق ومجاني مصمم بالتكنولوجيا متقدمة لمدة دقائق قصيرة وبدون أي أزعاج للرضيع لنضمن على حاسة السمع عنه ولنضمن بداية سليمة وحلول سريعة الكشف والتدخل المبكر بيوفر على الأهل وعلى الرضيع صعوبات كبيرة ورحلة علاج طويلة لكل طفل حياة بيستحق تكون حياة بنغم مسموع ليصير عالم بصوت شفنا أدي الفيديو اليوم مؤثر دائماً هكي الطفل الخصوصية بحياتنا دكتور، سمعنا ضمن الفيديو أدي اليوم الكشفة المبكرة بيوفر رحلة علاج طويلة على الأهل غير العواطف والأحاسيس وهذا التعاطف يكون كتير كبير مع الطفل الذي عنده مشكلة إذا رحنا لموضوع التوعي عند الأهل وأهميته اليوم هل يكونوا أنه مدركين لحجم المشكلة يتجاوبوا مع الفحص المبكر؟ حقيقة هي أهم نقطة لأنه نحنا اليوم كان شعارنا باليوم العالم للسمع هو يرفع الوعي المجتمعي والدراسات العالمية أثبتت أنه رغم توافر الإمكانيات حتى بالبلدان لكتير أنظمة الصحية متقدمة وإمكانياتها وظروفها العامة وحتى مانا معرضة للحصار مثل بلدنا 80% من هالخدمات ما عم توصل للأشخاص اللي عندهم نقطة السمع بسبب موضوع الوعي المجتمعي فعلا نحنا مثلا ببرنامجنا صارعنا مراكز منتشرة بجميع المحافظات لتقديم خدمة المسح السمعي وهدفنا أنه كل الأطفال المولودين حديثا على أراضي الجمهورية العربية السورية يحصلوا على هذه الخدمة هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تعاون المجتمع أو وعي المجتمع أو طلبهم للخدمة يعني كل أسرة إجاها مولود جديد لازم هي تبادل لطلب الخدمة لأن الخدمة متاحة والخدمة مثل ما شفتوا بالفيديو بسيطة آمنة سهلة مجانية ما بتعمل أي أزعاج للولاد ونتيجة مضمونة بالتالي نحنا هلأ التأكيد الأساسي على تعاون المجتمع مع البرنامج قد أنا ما أفتح مراكز بيكون عندي بروتوكولات عمل وفنيين يشتغلوا بالبرنامج إذا ما الناس إجت وطلبت الخدمة وطمنت على أولادها ما رح نوصل له هدفنا أنه ما يضل طفل واحد بسوريا مصاب بنقص سمع إلا ويتم تدبيره بالعمر المناسب تيحظى بحياة طبيعية هذا تأكيدنا الدائم نحن نحكي عن أطفال هو البرنامج مختص يمكن أكتر للأطفال حديث فيه الولادة لكن اليوم الأطفال اللي بيتم اكتشاف هاي الحالة عندهم يمكن بمراحل متأخرة بعمر ثلاث سنين أو أربع سنين هل هدولة ممكن أنه يكون فيه لهم علاج معين أو ممكن هنو يكونوا ضمن هذا البرنامج حلو السؤال كمان لأنه يعني بيخطر على بال كتيرين من الناس بالأساس فيه برامج مختلفة موجودة سواء بوزارة الصحة أو بالجهات الداعمة والشركاء مع البرنامج الوطني مثل المنظمة السورية الأشخاص زوال إعاقة آمال أنه الأطفال اللي عندهم نقص سمع خصوصا أطفال قبل سن المدرسة شو منعمل فيهم أول الشي منحولهم لتركيب معينات سمعية في عدة جهات ممكن نتقدم المعينات السمعية منها جمعيات خيرية متعاونة مع الفريق طبعا والأهم هي وجود منظمة آمال منظمات الهلال الأحمر كمان تدعم المعينات السمعية الأطفال اللي ما بيستفيدوا على المعينات السمعية بيتم ترشيحهم لزراعة الحلزون في معايير عند الجهات اللي بتزرع حلزون إلى علاقة بالعمر بتطور اللغة بالتزام الأهل بالحصول على الخدمة بالتالي كبرنامج وطني للكشف وتدخل البك النقصة ما عنده حديثي الولادي هو مشروط بالحصول على خدمة المسح السمعي قبل عمر الشهر هذا عالميا هذا برنامج مستقل أما الأطفال التانيين المنشرح عمرية تانية بالأساس هن عم يحصلوا على الخدمة من خلال مؤسسات مختلفة أهم منظمة أعمال دكتور قبل ما نروح لنشوف أيضا كيب وأتلع منقول أحد شعارات الحملة ليصير عالمون أبسط أدي اليوم قدر هذا البرنامج يثبت دوره بحياة الطفل وإيجابيته من خلال عملكم على الأرض والحالات اللي شفتوها حتى الآن أكتر من 22 ألف طفل حصلوا على خدمة المسح السمعي من بعد الإطلاق تقريبا 11750 من شان نطمئنه وما نخاف مو كل أولادنا رح يطلع معهم نقص سمع من 11750 فقط 12 طفل طلعوا معهم نقص سمع هذول 12 طفل ثلاثة منهم بلغوا عمر الأربعة شهور وركبوا سماعات وفي تسعة هلأ على طريق الشهر القادم رح يركبوا سماعات وبلشوا يستجيبوا الأطفال اللي ركبوا سماعات من ثلاث أسابيع هلأ عم ينتابعهم في طفل غالبا ما عم يستجيب على السماعة فورا بيتم تحضيره لزراعة حلزون بالتالي رح يصير عنا أرقام واقعية أول رقم وهو الأهم أنه 11750 أسرة طمئنه على سمع أولادهم و12 أسرة اكتشفوا نقص سمع كان ممكن يكتشفوا بعمر ثلاث سنين مثل مسألتي ويكون عندي مشكل كبير إنه الولد اتأخر هذول 12 كشفناهن بعمر الشهر وركبوا سماعات بعمر ثلاث شهور وهلأ نحن ماشيين معهم لأنه نضمن هـ 12 طفل ينضموا للـ 11750 ويضمنوا حيات يوم تقريبا يفوتوا كلهم على الروضة بنفس العمر وبنفس الروضة ومعني مضطر أعزلهم بمجموعات خاصة هاي النتائج اللي منتمنىها تزيد نحن بدنا الـ 22 ألف بدناها 100500 ألف ياللي هن عدد المولودين كل ساني بسوريا تمام دكتور رح نرجع ونكمل حديثنا بس رح نتابع المادة التالية لنتعرف أكتر على آلية ومراحل البرنامج الوطني للكشف المبكر والتدخل لنقص السمع منتابعة سوا بعد فحص المسح السمعي لطفلك وفي حال الكشف عن مشك لعنده بالسمع بيتم تحويلك لمركز استقصى يلي دوره يبين درجة نقص السمع والمتابعة يلي بتطلبه حالك مع الأخصائيين بالمركز بيتم وضع خطة سواء الحالة بتحتاج متابعة فقط أو سماعة أو حتى زراعة حلزهم فحص المسح السمعي لحديثي الولادة والكشف المبكر عن نقص السمع عندهم بيساعد الأطفال للتواصل والتعليم وبيقدروا يعيشوا عمرهم اللغوي المطابق لعمرهم الحقيقي ليصير عالم بصوت نجع من أكد على شعار الحملة دكتور ليصير عالم ون بصوت نحن بحاجة لوعي وثقافي مجتمعي حضرتك قلت أنه كتير مهم اليوم الثقافي المجتمعي ولكن هذه الثقافي بحاجة أيضا لندوات من أطباء مختصين للتعريف بالأهمية الكشف المبكر هل عم تشتغلوا على هذه الندوات؟ هل السوشال ميديا اليوم سهل هذه المهمة عندكم؟ بالحقيقة هاي فرصة من خلال هذا السؤال نأكد على الدور الإعلامي لللعب من يوم افتتاح البرنامج للحظة كل وسائل الإعلام سواء المتلفزة ولا الإزاعية ولا حتى السوشال ميديا لأنه بتعرفي هلأ وصولها للناس كانت معنا بمثابة شريك ضمن الفريق لأنه نحن طالما منعرف من الأساس هدفنا ومنعرف أنه راح نتوجه للمجتمع حبينا نشارك هاي الجهات كلها عم يكونوا معنا بكل ورشات التدريب بكل الاحتفاليات بكل الندوات اللي عم نعملها عم نعمل محاضرات توعية بالمراكز الثقافية بالمؤتمرات الطبية حلقات مستمرة على التلفزيونين طلعنا معكم عدة مرات بكل محطة حتى أنا كنت معكم سابقا للإضاءة فالمجتمع بحاجة أنه يشوف هذا الشيء يعرف هاي المعلومة بالشكل الصحيح من الناس المختصين ومن الجهات الأقرب إلو فعم يكون هون دور الإعلام ودور السوشال ميديا فعال جدا بإيصال المعلومة الصحيحة بالتالي أكيد كانت أحد أهدافنا وأحد خطواتنا التنفيذية بالبرنامج وحتى خططنا للـ 24 هي التأكيد على هذا الدور ونحاول ننصل لكل بيت ونوصل للمعلومة يقدروا يحصلوا على الخدمة بالشكل الأفضل وبالوقت المناسب تمام دكتور خلينا نحكي شوي عن المراكز وأماكن تواجدة بالمحافظات بدمشق والمحافظات السورية لحتى الناس اللي عندهم أطفال لليوم حديثي الولادة كيف ممكن يتوجهوا لهذه المراكز؟ المراكز تم توزيعها على جميع المحافظات السورية بتعرفوا نحن عندنا أنظمة المناطق الصحية بالرعاية الصحية بوزارة الصحة في عندنا 102 مناطق صحية فيه مناطق كبيرة وفيه مناطق صغيرة وهي نفسها المراكز الصحية اللي بتقدم خدمة اللقاح للأطفال بجميع المراحل العمرية لما افتتحنا البرنامج كان عندنا 43 مركز مسح سمعي خلال هالخمسة الشهور قدرنا نزيدهم وصار عندنا اليوم 64 مركز مسح سمعي ولسه هلا بزدياد يعني غالبا إن شاء الله ما حنختتم الـ 2024 وقال لي يزيدوا بحدود العشرين مركز تاني يعني نحن عم نحاول نقترب أنه كل منطقة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية في جميع المحافظات في مركز مسح سمعي لأنه المركز المسح هو اللي رح يستقطب الـ 500 ألف مولود بالتالي لازم تغطي جميع الجغرافية السورية هلا مثل ما قلنا من الـ 11 ألف مثلا الدي تحول لخدمة الاستقصاء بالتالي مراكز التشخيص أو الاستقصاء اللي بتعمل الدراسة الكاملة هي ممكن يكون عدد أقل بالتالي بمركز كل مدينة حاليا نحن بحاجة إنه نجهز مركز حاليا عنا سبع مراكز استقصاء وكمان عم نحاول نزيدها تتكون 14 مركز بكل المحافظات ولاحقا تزيد أكتر ومن ثم مراكز التأهيل حاليا عنا ثلاث مراكز تدخل وتأهيل خطتنا بالـ 24 أنه نزيدها بحدود ثلاث مراكز لوزارته الصحة اللي هي حتستقطب العدد الحالات القليلة لأنه 12 حال اللي عنده نقص سماع وبعدين حسب إن شاء الله البرنامج بيتطور بنفس هاي الهرم المراكز المسح بتزيد بالنسبة الأكبر الاستقصاء بنسبة أقل والتأهيل حسب الاحتياجات إن شاء الله مشوفكم هكي متواجدين يعني دائما منقول للطفل متما أنه له حالة خاصة تفكروا اليوم أن كنت وصعوا هاد البرنامج ليكون متواجد مثلا بي المشافي وخاصة بمشافي التوليد يعني يكون جاهز يعني لحدثي الولادة؟ حقيقة هاي الفكرة الأهم لأنه الخدمة الأساسية لبرنامج الكشف والتدخل بك نقصة ما عنده حديثي الولادة لازم تكون بمشافي التوليد حاليا تم تجهيز مشفى الزهراوي بمركز المسح السمعي مشفى التوليد بمحافظة طمتوس مشفى توليد باللازقية حاليا مشفى التوليد الجامعي بجامعة دمشقية تم تجهيزه هدفنا أنه كل مشافي التوليد التابع لوزارة الصحية تم تجهيزه بمراكز مسح سمعي ولكن كمان بيضل عنا تفصيل بسيط أنه نحن النظام الصحي عنا ما بيفرض على الأم الولود أن تقعد ثلاثة أيام بالمشفى ونحن بنعمل المسح باليوم الثاني أو الثالث فكل الأمهات بتتخرج بنفس اليوم بالتالي لا غناء عن مراكز المسح الموجودة بيئة المراكز الصحية بالتالي نحن عم نجهز على مستويين المراكز الصحية اللي بتقدم خدمة اللقاح لأنه الأهل بيراجعوا خلال أسبوع للحصول على خدمة اللقاح الأول وبمشافي التوليد كرمال الأطفال بيكون عندهم إقامة بالمشفى عدة أيام يحصلوا على الخدمة وما يتسربوا من البرنامج تمام قديش هاي القصة مهمة كمان من الأهالي أنه اليوم هنون يتابعوها بجوز في بعض الأمهات بيقول لك أنه يمكن نحن ما عنا هاي القصة أو بجوز هيك شوي أنه الوعي أنه ممكن تكون هاي قصة ويراسية ما في داعي أنه نفحص حتى لو كان يمكن المركز قريب قديش المهم أنه نوعي بهذه القصة حقيقة مهمة كتير ليش؟ لأنه حتى عاملنا عائنا مع أصدقاء وزملاء حتى من السلك الطبي أنه لا منيح الولد ليه بدي يعمل له مسح سمعي أول شي حكينا أجراء آمن سهل بسيط وهو ضماني حقيقية أن الطفل إذا عنده أي مشكلة نكشفه وإذا ما عنده بشكلة رح نطمنكن ولكن كمان الحصول على خدمة المسح السمعي بعمر الشهر هي مثل بطاقة أمان حصلت علي الأسرة أنه إذا تعرض ابنهم بأي مرحلة عمرية تانية لنقص سمع لأنه أجر المسح السمعي بعمر الشهر سيحصل على خدمات التشخيص والتدخل مجانا يعني هي بكل بساطة مثل تأمين على سمع طفلك مدى الحياة باختبار واحد أنت جي بابنك قبل الشهر أعمل له المسح وحتى لو طلع طبيعي ولا سمح الله بعمر ثلاث سنين أو أربع سنين أو بأي عمر صار عنده مشكلة سمعية ستحصلين على كامل الخدمة مجانا لأنه ابنك أدرج ضمن البرنامج بعمر الشهر بالتالي هي مجدية للناس من كل الجهات هل تأخذ وقت دكتور هي عالية المسحة؟ ثلاث دقائق ثلاث دقائق فقط منطمن الأهل أنه سمع ابنهم طبيعي وإذا كان فيه مشكلة فوراً منعمل لهم تسقيف ومنحط معهم خطة للتدخل ومنرافقهم طيلة المسحة هو دائماً الرهان على الوقت دكتور بهيك إجراءات فيما بعد إذا تم اكتشاف لنا مشكلة عند الطفل ممكن نروح لوضع السماعة مات في استجابة روح لزراعة الحلزون خلينا بس هل فيه متابعة للطفل فيما بعد؟ مثل خلينا نقول تشويك كل كم شهر على وضع الجسم الداخل للطفل؟ تمام عنا نمطين للمتابعة نمط الأطفال اللي بيكون عندهم عوامل خطورة لنقص السماع مثل قصة وراسية أو شيء وبيطلع المسح السماعي طبيعي هذال من تابعهم بمحطات عمرية مختلفة تنكشف عندهم نقص سماع متأخر أما سؤال حضرتك أنه اللي شخصنا له نقص سماع وركب معينة سماعية أو حلزون فهذا عنده نظام متابعة دورية كل ثلاثة شهور منخطط له سماع مع المعينة السماعية ومنعمله جلسات علاج كلام ولغة منعلمه التدريب السماعي العلاج السماعي الكلامي تعلم اللغة يلي بتستمر ثلاث إلى خمس سنوات بعد تركيب الحلزون بالتالي الطفل بيضل برفقتنا ضمن برنامج التأهيل تيتخرج منه بلغة كاملة ونحوله للمدرسة العامة بعدين بيكمل بالخطة الدراسية وحتى بالمدرسة منراقبه كل سنة بالتالي نحن نتابع الطفل منذ الولادي وحتى البلوغ تمام دكتور بدنا نتشكر جهودكم اللي عم بتقوموا فيها هي الجهود الكبيرة وأكيد بدنا نتمنى السلامة لكل أطفالنا وشكرا كثير لكم شكرا لكم وشكرا لتعاونكم والإضاءة على أهمية البرنامج دكتور واجبنا اليوم موفقين هيك إن شاء الله وإننا إضاءات أخرى بأيام التانية شكرا دكتور سامي لخضرك اليوم